السلام الرحمن الرحيم نحن النازحين في مجمع العودة شارخان يونس هذا المجمع يحرح حول ستلاف نازح تعرض هذا المجمع لأطلاق نار من الصباح الباكر من قبل الجيش الاسرائيلي ودبابات وكذلك جربوا السريق وحاصر المكان لا نستطيع الخروج أو حتى الدخول إلى المأوى بناء على تعليمات الجيش المسبقة تم إغلاق المأوى والمأوى آمن ولكن اتحدثت إصابة في المأوى ولم نستطيع السيطرة عليها نناشد الجميع نناشد الجميع سلوان هيئة دولية أو هيئة محلية الصليب الأحمر وكانت الغاوف الوقوف على قدر المسؤولين لنقض هؤلاء النازحين والعزل الذين يفتقرون لأدنى مستويات الحياة فقط كل إنسان وكل نازح لا يمتلك إلا شيء بس بسيط جدا فبالتالي نتمنى من الجميع الحق الإنسان الصليب الأحمر الوقوف على قدر المسؤولين من قدر هؤلاء النازحين بتوفير مصول الأمان للنازحين نتمنى من الجميع الوقوف على قدر المسئولية ولكم من لكل الاحترام